اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها وشابها لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين ميسيج معين انت تحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك وطاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل وشو مصير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل اوكي رح نبرلش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت الحالي برج الجدي عم تحس انك مربوط باشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مش مرتاح لالها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت نتركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص ممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص في عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها أو في عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك أنت رافض عرض معين منه أو رافض للبعض منكم إذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبينها الشخص في من الناحية العاطفية برج الجدي أو طاقتك كتير مسكرة أو يعني مش منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك أو شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس أنه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب أو الشريك تغيرات بأساسات حياته ممكن يكون بأساسات عائلته ممكن يكون أيضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية أيضا هالشخص متحفض على مشاعره وممكن يكون أيضا متحفض من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفض من يعني من الناحية العاطفية هالشخص فيه كتير إشياء بيحس فيها مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل بيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته أو عن جميع ما بيحس فيها الشخص مشوفه أيضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لأنه مندفع بخطواته وبيحب دائما يتقدم إلى الأمام ممكن يكون هالشخص أيضا شوي متهور أنت بتشوف أيضا أن هالشخص بيخبي كتير The Moon Card هالكارت بيحكي عن الجانب الآخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي أو هو عم يكون متحفظ بإشياء معينة ممكن للبعض منكم برج الجدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على أنه يحكي معك أو يصارحك على وضعه المادي عم شوفه أيضا مركز على روحانياته ممكن أيضا عم بتعامل مع برج العذراء لأنه هالكارت بتبقى برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدون لأنه عم شوفه أيضا عم يبحث عن إشي بالظلمة أو عم يبحث عن إشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر أيضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد أو عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف إشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة لإله بمثابة تنوير أو بمثابة إنه اكتشف سر من نوع ما أو إشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون واحدة من الأسباب أو من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الأسباب اللي مرت بينكم اللي أدت إلى خلل بالعلاقة أو إلى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم أو ممكن أنتوا الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام أو بالارتباط بتحبوا الوايلد أو بتحب إنك تكون فري بتحبوا إنتوا الاثنين إنكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب إنك ما بتحبوا إنكم تنربطوا بإشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا إنه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم أو صار كتير فيها البعض منكم يعني أنتوا الطرفين مش مستعدين لإنكم تاخدوا خطوة للأمام أو تطور العلاقة بينكم أكتر أيضاً عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني أنت وهو بدك تشوف أو بدكم أنت أو هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة أو أنت اللي تكون متحكم بإزمام الأمور فواحدة من الأسباب المشاكل بينكم إنه أنتوا الاثنين بتحبوا إنكم تكونوا مسيطرين على الأمور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني إذا صار في أي إذا صار في بينكم أي إشي مش عم يمشي بالطريقة اللي أنت بدك ياها أو مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده إياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم أيضا عم شوف إنه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب أو لما يكون فيها شدة عم شوف أغلبكم مثل كأنه بيختار يبعد أنت وهو بتختاروا إنه تبعدوا أو تنفصلوا عن بعض أو حتى تتجنبوا يعني وجع الرأس مثلا للبعض منكم لأنه عم شوف العلاقة بينكم ماشي بستركتر معين أو طريق معين نظام معين والنظام الغالبية منكم رح يكون تقليدي لأنه هاش شخص تقليدي وأيضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الأغلبية منكم مع إنكم بعلاقة ولكن في حدود بينكم وبين هالشخص في دائما بعد في دائما دستنس يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لأنه نظرتكم إلى العلاقة كتير تقليدية ممكن أيضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف إنه ما بده يستثمر أو ما بده يحط مجهود إلا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا خطوبة أو زواج إشي رسمي لأنه هاي ورقة الزواج أو ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف إنه ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني أي نهاية في العلاقة هاي أو النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه في عندك مشاعر بالحزن من ناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب أو عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول إنه تشافي حالك من الناحية العاطفية لأنه عندك temperance card فإنت عم شوفك رح تهتم أكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي أيضا عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته أو ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بأنه هو الشخص الأفضل للك ممكن يكون نفس هالشخص أو ممكن يكون شخص جديد شخص آخر بحياتك بيختلف من شخص إلى آخر ولكن عم شوف إنه أنت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك أيضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لأنه عندك two of wands وtwo of swords فرح تنحط بمطرح إنه بدك تختار بين شيئين أو بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لأنه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد أو بيختلف يعني من شخص إلى آخر عم شوف أيضا من الناحية المادية وضعك رح يكون أفضل بالمستقبل أو الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في إنه وضعك المادي يزتهر أكتر ممكن يكون فيه تعاون أيضا من الناحية المادية ولكن رح توصل إلى مرحلة من الاكتمال يعني completion أو اكتمال منه عندنا طيب نشوف طاقة الحبيب في المستقبل أو طاقة الشريك عم شوفه مركز أكتر على جسدياته هالشخص ممكن هو فيه عنده مهنة تطلب مجهود جسدي أو ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى إنه يتمرن عم شوفه عم يحاول يكون راضي أكتر على مظهره الخارجي أو بالمستقبل رح يركز أكتر على كيف إنه يحسن من المظهره الخارجي لأنه عم شوف إنه فيه عنده شوي مخاوف أو شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص أيضا عم شوفه عم شوف فيه عنده عروض حب رح تقدم لإله هالشخص وفيه هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لإله كتير عروض حب ولكن عم شوف إنه هو طريقة تحليله أو طريقة تفكيره للأمور طريقة حكمه للأمور أو حتى الأشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية أو رح تكون متوازنة مش عم شوفه يعني بينجرف بإشي أكتر من إشي معين أيضا طاقته رح تكون بطيقة في المستقبل لأنه هو في وضع الـ observation أو في وضع المراقبة يعني جميع الأشي اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد أو عم يحاول يفهمها عم شوف إنه هو من الناحية العاطفية راضي أو رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلة بالمزاج شوي لأنه الكروت اللي طلعت هون يعني وحدة بها السايد ووحدة بها السايد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير أو بيتغير مزاجه كتير لأنه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من أخذ القرار ومتناقض أيضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لأنه متناقض ممكن يكون لأنه ما وصل إلى الكونكلوجين أو ما وصل إلى الحل أو الاستنتاج اللي هو بده إياه أو الجواب اللي هو عم يبحث عنه أوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لأنه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكونوا الوضع بينكم منيح مرات رح يكونوا الوضع بينكم مش كتير منيح فأنت وهو بدكم تتعودوا على أنه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك أنه هي بتتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الرذم أو نفس الخط أو نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن كومبليشن أو عن اكتمال من اشي معين فأمشوف أنه في عندكم اكتمال دورات كتير أو ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه بالسول ميت أو في عندكم دروس كتير لازم تتعلموها من بعض عمشوف أنتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لأنه عندك six of cups six of cups يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين إلى شخص بالماضي فبما أنه هالطاقة مشتركة أنتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عمشوف في عندك the world و death card فهال ثلاثة أربعة بهسة فقط أربعة أوراق بتحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبين هالشخص تصفية حسابات أو دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فإنتو هو مع بعض يعني أنتو هو بعلاقة مع بعض من أجل أنه تتعلموا دروس من بعض لأنه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته أيضا يعني هالشخص أو أنتو مع بعض عمشوف لأنه هون في عندك بالماضي أو مش بالماضي بالطاقة الحالية حكيت لك أنه الوضع أو ال structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عمشوف أي إشي تقليدي عمشوف مرونة كتير فبالغالبية أنت وهالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة لإلك أو بالنسبة لإله وعمشوف أنه في عندك مرونة أكتر أنك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو أيضا والعكس صحيح أنه هو بيتقبل أيضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعمشوف مرونة أكتر تفهم أكتر للوضع لأنه بالمستقبل أنتو وهو رح تساعدوا بعض أنه شوي تنضجوا أو رح يصير بينكم الاتنين نضج من الناحية العقلية من الناحية لا فيه فهم أكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل أيضا عمشوف فيه عرض حب بينكم night of cups ففيه البعض منكم المنفصلين فيه رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن فيه نوع من الحديث رح يصير بينكم وفيه نوع من التواصل رح يصير بينكم لأنه فيه عندك night of cups هون وبما أنه فيه اشتياق للماضي فبتوقع أيضا رح يصير للأغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما أو هاي هي الدورة الساكل اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا إشي معينة بالعلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنق